حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا قتادة عن شهري بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنمين عن عمر بن خارجة قال كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقصع بجرتها ولعابها يسيل بين كتفي فقالا إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه وليس لوارث وصية والولد للفراش وللعهر الحجر ومن ادعى إلى غير أبيه أو أنتم إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قال عفان وزاد فيه همام بهذا الإسنادي ولم يذكر عبد الرحمن بن غنمين وأن لا تحتجران راحللته وزاد فيه لا يقبلوا منه عدل ولا صرف وفي حديث همامين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب وقال رغبة عنهم حثنا عفان حدثنا حماد عن قتادة عن شهري بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنمين عن عمر بن خارجة قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته وأنا تحت جيرانها وهي تقصع بجرتها ولعابها يسيل بين كتفي فقالا إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث والولد للفراش وللعهر الحجر ومن ادعى إلى غير أبيه أو أنتم إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبلوا منه صرف ولا عدل حثنا حسين بن محمد حدثنا شريك عن ليث عن شهري بن حوشب عن عمر بن خارجة الثمالي قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الهدي يعطب قال أنحره واصبغن عليه في دمه وضريبه على صفحته أو قال على جنبه ولا تأكلنا منه شيئا أنت ولا أهل رفقتك حثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن ليث عن شهري بن حوشب عن عمر نؤث مالي قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي هديا قال إذا عطيب شيء منها فانحره ثم اضرب خفه في دمه ثم اضرب به صفحته ولا تأكل أنت ولا أهل رفقتك وخال بينه وبين الناس حثنا يزيد بن هارون أخبرنا سعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادة عن شهري بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنمين أن عمر بن خارجة الخشنية حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم على راحللته وإن راحللته لتقصع بجرتها وإن لعابها يسيل بين كتفي فقالا إن الله عز وجل قد قسم لكل إنساء نصيبه من الميراث فلا تجوز وصية لوارث الولد للفراش وللعهر الحجر ألا ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعيا لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا أو عدلا ولا صرفا حتى عبد الوهاب الخفاف أخبرنا سعيد عن قتادة عن شهري بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنمين عن عمر بن خارجة قال خطبان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمنا على راحللته وإني لا تحتجراني ناقته وهي تقصع بجرتها ولعابها يسيل بين كتفي فقالا إن الله عز وجل قد قسم لكل إنساء نصيبه من الميراث ولا يجوز لوارث وصية ألا وإن الولد للفراش وللعهر الحجر ألا ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قال سعيد وحدثنا مطر عن شهري بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنمين عن عمر بن خارجة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد مطر في الحديث ولا يقبل يقبل منه صرف ولا عدل حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد فذكر الحديث وقال قال مطر ولا يقبل منه صرف ولا عدل أو عدل ولا صرف هذا آخر مصند الشاميين ترجمة نانسي قنقر